لدينا الشاشة الموقع الإلكتروني شبكات التواصل الاجتماعي هذه ثلاثة خطوط كلها تشكل تقريبا يمكن نقول رأس الحربة باتجاه المشاهد للوصول إلى المشاهد فبالتالي هي عملية تكاملية لا يمكن فصلها ليست شكلية أبدا والدليل الأرقام والحسابات التي سجلها مثلا قناة العربية على تويتر أو على الفيسبوك نتحدث الآن عن مجموع كل بالملائين وبدأنا بالعشرات الآلاف هذا بالتأكيد يعكس النجاح وهذا النجاح أيضا له ضرائبه أيضا في نفس الوقت لكنه يصل بالمشاهدين يوسع قاعدة المشاهدين وفي نفس الوقت ينقل المحطة التلفزيونية إلى رؤية المستقبلية الرؤية المستقبلية لا يمكن لها أن تتحقق خلال سنة أو أقل أو خلال شهر أو أقل هي رؤية مستقبلية كما تشير الدراسات المهتمة بموضوع شبكات التواصل الاجتماعي يعني أنت تعرف لما نحكي على الإعلام الاجتماعي أولا نتكلم عن التفاعل قناة العربية منتشرة بكل هذه القنوات أو الشانلز يعني اللي حكينا فيهم ولكن التفاعل أين يعني هي مش بس قناة العربية هي فكرة أنه هيدا الإعلام اللي تعود أنه يصدر الخبر والمطلق ياخد الخبر اليوم في تفاعل صحيح هل استطعتوا أنه تستفادوا مش تستغلوا تستفادوا من هيدا التفاعل نستغل أيضا إيجابي كمان مصر ما فيش استغلال إيجابي ناصر في استفادة استغلال استغلال مورد يعني عم حول دفع عنكم عربة زينة هي النقطة المهمة تماما أنه أيضا أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي مصدر للأخبار أصبحت مصدر للمعلومة أصبحت لم تعد يعني قضية إرسال أصبحت أيضا هناك تفاعل واحد أيضا غير التفاعل هناك عائد دائما يحدث للقناة تحصل على عائد معلوماتي هناك مشاهد في مكان ما يمدك بمعلومة معينة يمكن لمراسلك الذهاب والتقصي عن هذه المعلومة هناك قارئ أو هناك قارئ حتى على موقع الإنترنت يعلق على مقال هذا التعليق قد يصل من خلاله معلومة أيضا إلى المحرر المسؤول فالعملية تفاعلية بالمطلق هي تفاعلية بالمطلق حبيبا ترجمة نانسي قنقر